هل يجوز قبول الهدية من النصراني نعم يجوز هل يجوز التداوي عند طبيب النصراني نعم يجوز هل يجوز العمل في الصناعة عند النصراني نعم يجوز هل يجوز أكل الطعام عند النصراني نعم يجوز هل يجوز الزواج من امرأة النصرانية نعم يجوز هل يجوز التوزيع من الأضحية للنصراني نعم يجوز هل يجوز دخول النصراني للمسجد لتعلم الدين نعم يجوز هل يجوز أن تكون معاملتي حسنة مع النصراني؟ نعم يجوز هل يجوز رد تحية النصراني إذا قال لي مرحبا؟ نعم يجوز هل يجوز الحب الدنيوي للنصراني؟ كحب الأب النصراني أو اللاعب النصراني أو الزوجة النصرانية يعني حب دنيوي فقط وليس ديني نعم يجوز هل يجوز تعزية النصراني فقط وبدون ترحم والاستغفار على الميت؟ نعم يجوز هذا والله أعلم هل شرب الدخان ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء هل تغيير حفاظ الولد ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء هل خروج الدم من اليد ينقض الوضوء؟ عند الجمهور لا هل القيء عمدا ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء هل لمس الزوجة ينقض الوضوء؟ عند الجمهور لا هل لمس الخمر ينقض الوضوء؟ لا هل لمس الكلب ينقض الوضوء؟ لا هل قص الأظافر ينقض الوضوء؟ لا هل المكياج أو مزيل العرق ينقض الوضوء؟ لا هل عدم المسح على الأذنان ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء هل النوم الخفيف على هيئة المتمكن ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء هل الضحك في الصلاة ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء هل لمس القطة ينقض الوضوء؟ لا هل النظر للحرام بدون إنزال ينقض الوضوء؟ لا هل بول الرضيع على ثوبه ينقض الوضوء؟ لا هل الغيب والسب ينقض الوضوء؟ لا، هذا والله أعلم هل يجوز إجبار الأولاد على الصلاة؟ نعم يجوز هل يجوز صلاة النافلة على كرسي السيارة في السفر؟ نعم يجوز هل يجوز تعدد النوايا كجمع صلاة تحية المسجد مع سنة الوضوء؟ نعم يجوز هل تجوز صلاة الحامل جالس بسبب العجز؟ نعم يجوز هل تجوز الصلاة على سجادة فيها صورة الكعبة؟ نعم يجوز هل يجوز دعاء القنوط في كل الصلوات عند النوازل؟ نعم يجوز هل تجوز صلاة قيام الليل في جماعة؟ نعم يجوز هل تجوز صلاة الجنازة على من قتل نفسه؟ نعم تجوز هل يجوز رفع الصوت بالذكر بعد الانصراف من الصلاة؟ نعم يجوز هل تجوز الصلاة قائما خلف إمام يصلي جالسا؟ نعم تجوز هل تجوز قراءة القرآن من الهاتف في صلاة السنة؟ نعم تجوز ضربتني سيارة في الطريق وأنا في المشفى هل يجوز أخذ المال كتعويض؟ نعم يجوز لأنه يدخل تحت باب من أتلف شيئا وجب عليه إصلاحه وهل يجوز تقبيل المال عند الاستفتاح في الدكان عند الصباح؟ يجوز لا مانع من هذا إذا كانت النية شكر الله على ما رزقك أصبح قلبي مثل الحجر بماذا تنصحيني؟ أنصحك بترك الذنوب والاستغفار وزيارة القبور وصدقة السر وقيام الليل هل أم زوجتي من الرضاعة تحرم علي؟ نعم تحرم عليك لقول النبي يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب امرأة أحرمت من المقات وفي الفندق غيرت ملابسها؟ لا شيء عليها هل يجوز قول كلمة عاشق النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلمة العشق ما وردت لا عن الصحابة ولا عن التابعين هل يجوز وضع آهات صوتية على الفيديوهات؟ نعم يجوز لأنها ليست موسيقى هل يجوز وضع ألعاب الأطفال بالبيت أم حرام؟ يجوز لأنه ألعاب الأطفال مستثناه وهي تمتهن وهل يجوز شراء شهادة جامعية مع الخبرة الكافية في مجالها؟ لا يجوز هذا غش وتزوير